اشتركوا في القناة العادية خالص اننا نصحى ونعمل المهام المطلوبة مننا طب ايه السبب؟ عايزين كمان شوية نشاط زيادة حتى لو نشاط عادي لا عايزين نشاط زيادة علشان نقدر نشوف كل اللي ورانا سواء شغل او متطلبات بيت زي ما منكلم ضيفي اللي منورني كالمعتاد هو الاستاذ دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض البطنية والصدرية والمستشار الطبي لشركة اي ام دي برحب حضرتك معنا دكتور مصطفى طبعا عايزة طاقة عايزة شوية نشاط وحيوية لكن اسمح لي يعني خلال الاسابيع اللي فاتت بعد الفقرات بتاعتنا جالي اكتر من تساؤل عايزة ابدأ بيهم وبعد كده نتكلم على النشاط والحيوية احنا كستات بنحب نعمل دايت طول الوقت يعني دايما مش عجبنا نفسنا لكن فيه احيانا بعد ما نعمل الدايت ونخس بالفعل ونفقد الوزن الزايد يعني فيه حاجة نقصة فيه حاجة مش مزبوطة وشي مسفر شعري احيانا يعني بيقع ما بنبقاش برضو راضين عن نفسنا بعد ما منعمل الدايت سمحني ابدأ حلقتنا النهاردة او فقرتنا النهاردة بالسؤال ده طيب انت حاجة الكلمة على ظبوط مهمة جدا جدا قالوا وهي ان بيجي لي شخص وانا في العيادة ان بعد ثلاث شهور او شهرين من نظام دايت معين هو ماشي عليه ايا كان اي نظام دايت بالنسباله ولكن انا عندي هبوط في الدورة الدموية انا وشي شاحب انا باخد نفس بالعافية انا مش قادر اعمل مجهود مش قادر امشي مش قادر امشي مش قادر اقوم بحاجات بيتي لو كانت ربت منزل مش قادر انتبه للاولادي مش قادر اذكر لهم حاجات كتيرة جدا من وهي في نفس التوقيت برضو اللي هي حق نفسها ان عايزة شكلها يبقى مناسب شكلها يبقى كويس كلام دا كله احنا عشان نقدر نوصل للنقطة المدل في المتصف معادل الموضوع معادل الموضوع بالاتنين لابد من فيه حاجات لازم هي تبقى عارفةها الاول في النقطة دي رقم واحد انا دلوقتي انا بعمل ضايتي يعني فيه سعرات حرارية حتقل عندي يعني فيه ادواء اكلات معينة حضرمتني عنها ممكن ما تعشاش بالليل ونام حاجات كتير ايا كان النظام لكن جسمك ما بيفهمش الكلام دا انا جسمي عايز الطاقة اللي بفقدها عايز اعوضها فلابد ان احنا بنتكلم على سري فيتامينز مهمين جدا جدا في النقطة لزي دي فيتامين الف وفيتامين دال والأوميجا سري طيب الشكوة من الناس برضو بتيجي تقولك طيب انا بعد ما خسيت انا وش اللي خس ولكن فيه اجزاء من جسمي زي بطني الارداف ما خسيتش ولكن زي ما هي وبنظري بقى قدام الناس او بمعنى صحة قدام المرايا او قدام نفسي مش هو دا اللي انا كنت عايزه وصله دي نقطة والنقطة التانية فيه مثلا يقولك لا دا انا في حالة اجهاد غير عادية وتعب رهيب طيب لو جينا بصينا للنقطة دي هنلاحظ ان فيه فيتامينز اللي قلنا عليها لو نقص عندي هيحصل دروب جامد جدا بالنسبة لي ناخد على سبيل المسأل فيتامين زي فيتامين دال الموجود في الكولوسيدز فيتامين دال ايه فايدته احنا نبقى عارفين لو فيه نقص عندي فيتامين دال يبقى انا كده فيه مشكلة عندي لان هتبدأ زيادة تكوين الخلايا الدهنية هتبدأ تتكون وهتبدأ تتراكم على مناطق معينة زي البطن والارداف حتى لو انا دا بقلة دا حتى لو بقلة نقص فيتامين دي وكمان قلة الاكل اللي انا بعمله يعني انا ما بكلش ولكن انت عندك فيه خلايا دهنية هتزيد اكتر وهتبدأ تتكون في البطن والارداف نقص فيتامين دي يؤدي الى ذلك يؤدي الى ذلك عشان كده احنا بنحاول نوصل فيتامين دي اللي موجود في الكولوسيدز نعليه في جسمنا بدرجة معينة طيب ايه تاني فيه نقطة مهمة جدا جدا فيه واحد يقول لك يا دكتور طيب انا مش قادر اوقف شعور النهم عندي الجوع ما باش بعش وبالذات لو مريضة مريضة سكر بسر احنا فيه عندنا حاجة اسمها مقاومة انسولين للأسف احنا كل ما جسمنا بيقاوم الانسولين كل ما نسبة الجوع عندنا بتزيد فبتطر ااكل نقص فيتامين دي بيسدلك النقطة دي بيخلي مقاومة الجسم الانسولين ولايه لأول فبالتالي مش هيبقى عندي نهم للأكل فبالتالي مش هيبقى عندي ان انا زود الوجبات بصفة مستملة دي نقطة كلنا عارفين حاجة زي فيتامين ألف منقول على الصحة والجمال والكلام اه حيفيدك فيتامين ألف في نقطة مهمة قوي انت اللي ما بتخسي اول حاجة بتخسي وشك صح الوجهة عندنا التجعيد بتبدأ تظهر خطوط رفيعة حاجات زي دي فيتامين ألف قوي جدا في النقطة دي ان يقدر يسد الصغرات دي ولكن انا حلفت نظرك لنقطة تانية لابعا بنروح نعمل دايت او بنروح للدكتورة دايت عموما بيجي اول حاجة يقول لنا نحن لازم نعمل تحاليل واول حاجة بيكتبها هرمونات الغضة الدرقية الفريهات 3T3 و 3T4 و TSH انت تعرف ان فيتامين ألف نقصه بيخلي هرمونات الغضة الدرقية عندك قليلة فبالتالي بتزود الوزن عندك بطريقة جمدة جدا اه ما بتحرقش ما بتحرقش يبقى انا ما فيش حرقة عندي يعني يا دكتور كلامك بيتقول اني انا لو عندي نقص فيتامين ألف وفيتامين دي حتى لو بعمل رياضة انا مش هيبقى عندي حرق كويس فاذا اللي عشان اخد حرق سعرات حرارية كويس عشان اقدر انزل في الوزن وبطريقة طبيعية مناسبة لجسمي يبقى لابد ان فيتامين ألف وفيتامين دي الموديد في الكولوسيز يبقى متوفرين عندي بدرجة كويسة جميل نرجع لما رجعنا النقطة مهمة اوه حضرتك زكرتية في الاول الطاقة والحوية والنشاط خمول خمول لابد ان اعرف ان انا انا بطبيعتي عندي خمول من غير ما عمل ضايت ولا اي حاجة طب انا لو اتعمل ضايت ده انا الخمول هيزيد اكتر والتعب والارهاق طيب انا دلوقتي الامي جسري بنسميه العضو السالس او مكون السالس من مكونات الكولوسيز هيفيدني في ايه هيفيدك رقم واحد احنا اتفقنا ان انا مش هقدر اكل كتير او عايز استغنى عن الاكل بكميات اللي كنت باكلها قبل كده يبقى لابد من وجود مصدر بديل للطاقة انا عندي الجلوكوز او السكر بيديني 36 اي تي بي والاي تي بي ده جزئ من جزئيات الطاقة طيب لو الامي جسري هتديك 146 اي تي بي يعني انا باخد اربع اضعاف الطاقة يعني انا ربي ادح تحوضني تماما بكتير ومن غير باخد مساوء جدعاء كالوريز ومساوء الاكل اللي هي بالضبط كالوريز دي اللي هي الطاقة اللي بتخليك وتخليكي تتخان وده حيبقى مناسب جدا لمريض زي مريض السكر والضغط يمكن حيسمع كلامنا وحيحس بقيمة الكلام بتاعنا من حيث ان هو عايز يخس مش عايز يأكل مش عايز السكر يرتفع عنده وفي نفس الوقت عايز طاقة ويقوم بحياته الطبيعية صحيح دي نقطة مريض زي مريض الضغط انا عندي كولسترول عالي عندي تراجلس رايد عالي الكولوسيز حيقدر يفيدك في النقطة دي كويس قوي الكناس هيعوض طبعا النقطة دي فبالتالي برضو حيزبط موضوع الضغطة عندك ضربات القلب وقلنا في حلقات كتيرة قبل كده مع حضرتك قد ايه الأوميجا سري الموجودة في الكولوسيز مفيدة جدا جدا لأمراض القلب ده حتى هي بتقلل بالنسبة كبيرة جدا الزباحات الصدرية وتوقف القلب المفاجئ حاجات كتيرة جدا بتقدر تحميني طيب ايه رايك بقى نروح للعكس تفضلي هل الكولوسيز ممكن يفتح نفسي ويخلي شهيتي تبقى أعلى فبالتالي أو بالتبعية الضايت بتاعي يبوز ده ده سؤال جميل جدا لأن احنا بنسمع عادة ان الفيتامينات بتفتح النفس تفتح الشهيتي مضبوط حضرتك جبتي سؤال مهم جدا جدا قوي يعني فيه ناس فيها تخوف غير عادي الفيتامين زي أنا بأخدها بتطر ان تفتح شهيتي بتطر ايه نظام كل اللي انا عملت وضع صح الكولوسيز هو وقف معاك في كل وقت في النقطة دي لا الكولوسيز ما بيفتحش الشهية الكولوسيز بفيتامين دي عنده وفيتامين ألف والأوميجا سري هو بيحد الشهية عندك بمعنى صح هو ما بيبقاش فيه نهم وإحنا يمكن أشارنا في النقطة دي مع حضرتك في السؤال الأولاني ولكن هو بعيد تماما البعد عن قصة ان هو لو انا بعمل ضايت لا يفتح شهيتي ده بيزبط السكر بيزبط ضغطي بيزبط حاجة كتير وفي نفس الوقت بيقف جنبك في موضوع الضايت جميل طيب دلوقتي بقى عايزة أخذ معلومات أكتر يعني اللي حيستعين بكلوسيز كمكمل غذائي ايه البروتوكول اللي يمشي عليه ايه نظام كلوسيز في حياتي مع الأكل قبل الأكل أخذه كم مرة يعني عايزة أعرف معلومات بقى طيب مبدئيا أنا باتكلم عن مكمل غذائي يعني باتكلم على جرعة بيحتاجها جسمي كل يوم وانساعدة الـ 24 ساعة هو قريدي محتاجة الجرعة التانية بتاعته فما فيش حاجة اسمها تراكم ليه الدوسيز أو الجرعة بتاع الفيتامين ألف ودال وأوميجا سري زي بقية الفيتامينز اللي ممكن تبقى علاجية فبالتالي لابد من برسكريبشن دكتور أو رشدة الدكتور دي روضة ايه الجرعة بتاعتي الكولوسيز هو مكمل غذائي على مدى بعيد مش بتكلم على دواز ضع بغدو بيودي الصلاع مني أو دواز الخنية بيودي الناس فاكرة إن هو لأ أنا عايزه يبقى يعني روتين في حياتي دايما حتى دايما أنا بديها مسأل بقول أنا عندي ابني صغير بعض أربي 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 أنا مش منتظر منه حاجة قد ما منتظر أن أشوفه قدامي بيكبر وبالتالي حقدر أشوف نجاحه قدامي حيساعدني حتى في وقت ما أنا كن محتاجه هو الكولوسيس في النقطة دي بيبقى مني في النقطة دي عشان كده يا جماعة أنا محتاج من أول سنة من حد سبع سنين يبدأ ياخد كابسولة واحدة في اليوم طيب من سبع سنين فما فوق ياخد كابسولتين في اليوم ولو كنت صاحب مرض مزمن زي الضغط السكر للقلب لو خدت كابسولات It's good for you ده حاجة كويسة جدا لك لأن هي حتى لو كنت أخدت أخدهم إزاي دكتور مصطفاني هل قدر أخد كولوسيس بالليل ولا هيصحيني لأننا بنتكلم على طاقة والنشاط مزبوط فأخد مثلا الثلاث كابسولات مع بعض ولا أخدهم الصبح والدهر والأعمل إيه طاقة وحيوية ونشاط يعني أنا بابتدي يومي فأنا لو كنت شخص نهاري يعني أنا بابتدي يومي في النهار خلاص أنا هاخد الكابسولتين بتوعي مرة واحدة طب أخدهم قبل الأكل بعد الأكل لا يختلف ملوش علاقة بالأكل نهائي ملوش أي علاقة بالأكل حتى لو أنا مريض معدة حتى وحتى 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 لا ما فيش أي مشكلة خالص في النقطة دي طيب فيه نهاز بتقولك لا أنا ليلي أنا الراجل بصحة شغلي بالليل لو بيت عملي بالليل لا خده بالليل لأنك اتنمحتاج بار الطاقة طب لو خدته بالليل وأنا داخل أنام نسيته وروح تخدته بالليل هل حيفر معي هل مش حينييمني لا أبدا هو وانس إنك احتاجت إنك تعمل طاقة أو تبزي الطاقة هو حتلاقيه في ظهرك لكن أنا قريدي خدته وداخل أنام لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة لأن أنا ببدي جسمي بيتامين ألف ودال والأوميجس ري اللي محتاجهم كل يوم حضرتك قلت من سن سنة مظبوط يعني معنى كده إن الكابسولة دي سكويز بسيطة كده بفضيها فعلا على أي حال ناصر الكابسولة في أي عصير أي عصير أي أكل أي حاجة بيحبها الطفل ممكن تدهاله بدون ما يعرف الطفل إذا كانت محطوطة أو مش محطوطة كمان دلوقتي بقى غير الطاقة والنشاط وإن إحنا منعمل دايت وعايزين نستفيد من أي حاجة مكملة غذائية تفيدنا عايز أتكلم عن المناعة لأن إحنا في عز الصيف صحيح بس إحنا مندخل التكيفات ونخرج من التكيفات بالليل بقى برد والصبح بقى حر جدا فدلوقتي إحنا مع كمان الكورونا وإنها موجودة في العالم كله لسه مرحتش وغيرها على فكرة مش بس كورونا يعني فيروسات الصيف كتير كمان طبعا إزاي كولوسيز ممكن أنه يبقى له أثر في المناعة بتاعته الكولوسيز في النقطة دي هو ثبت جدرته من أيام الأزمات بتاعت كورونا والموجود بتاعتها كانت منتشر كانت منتشر انتشر غير عادي وفظيع وهو واقف في ظهر الناس كهير جدا في النقطة اللي زي دي ليه مش معنى عشان مكوناته فيتامين ألف ودال والأوميجا سري احنا اتفقنا أن كل واحد منهم على حدر وحده لا هيقدر يهزم بسهولة ولكن لما بيقوا جماعة مع بعض أو بمعنى صح ما يتفرقوش فيتامين ألف ودال والأوميجا سري هما بيدوا صلابة وقوة لجهاز المناعي التاعي من أول اختراق الفيروس الجسمي أو البكتيريا الجسمي عن طريق عناية أو أنف أو الفم فبالتالي ودخول الفيروس هو محتاج فيتامين ألف محتاج فيتامين ألف عشان يقدر يطرده برا كمضادة أكسادة محتاج فيتامين دال عشان يصيبش الجهاز تنفسي السفلي بأي أعراض حادة تلقيفات زي ما كنا بنسمع وبنعمل أشعاعات مقطعية وبنلاقي أن كتير من أجزاء من الرئة بتخرج عن العمل وبترجع تاني طبعا بإذن ربنا ولكن نتيجة للفيروس ومضاعفات وبرضو حالات يمكن قابلتني كتير قوي قوي أطفال كتيرة جدا وناس كبيرة درجة الحرارة بتوصل لـ 41 ايوة صح خلي بالك كون درجة الحرارة توصل لماعناه أن الحرب شارسة حتى من كورونا أو كوفيد 19 اللي متحور أوميكرون ولكن هو الحرب شارسة لدرجة أن الجسم بجد محتاج مساعدة محتاج مساعدة من الأوميجس 3 أنها تقدر توقف الخلايا التهابية اللي عاملة صدى وعملة زي ما بنقول عليها كده فرقاة الجمدة جدا في جسمنا اللي هي بنسميها سوط الحرب سوط الحرب ده اللي هي درجة الحرارة اللي احنا بنلاحظها برة لكن ايه الدنيا ايه اللي بيحصل جوه جسمنا حاجات عنيفة جدا أنا محتاجة سيطر على الهجوم الأوميجس 3 بتسيطر على الوضع ما بتخليش الوضع يخرج على سيطرة كم من طفل شفناه نرجل الحرب بتوصل 41 وتستمر 3 و 4 تيام صدقيني الأمة بتبقى محتاسة محتاسة جدا في نقطة زي دي لأن هي بتحاول تقل درجة حرب مش قادرة فمنحاول على قد ما نقدر إن احنا ابنك لو فعلا قبل ما يتعرض للموقف ده وعنده الخلفية من الأوميجس 3 وفيتامين دال وفيتامين ألف اللي تقدر تسنده لأ انت هتبقى في منأة خالص ومحمية عن الحوارد خالص طبعا أنا بشكر حضرتك دكتور مصطفى على كم المعلومات وطبعا يعني بشكر مع حضرتك الأستاذ دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض البطنية والصدرية والمستشارة طب لشركة AMD شكرا جزيلا دكتور ونتمنى السلامة طبعا لكل اللي بيسمعنا وعايزين ما فيش خمول ما فيش إحساس بالنوم النوم بالليل لما نيجي النام لكن نسحة الصبح كلنا حيوية ونشاط مجموعة من الفوائد اتكلمنا عنها مع كلوسيز بشكر حضرتك على متابعة حلقتنا النهاردة أشوف حضرتك بكرة بإذن الله يارب أشوفك على كل خير باي